بس الكون لما وجد الكون كله أنت اليوم تعيش في كون زي ما قلنا نصف خطر ثلاثة وتسعين مليار سنة ضوئية حوالي مئة وثمانين مليار سنة ضوئية القطر طبعه شيء مرعب مرعب في ساعته بس هذا الكون كما يعني علمنا علماء الكوزمولوجي كون معكم دقيق بحكم بقوانين بساتير معينة يمكن للرياضيات أن تكشف عنها شيء مذهل محير سمح بنشوء الحياة العاقلة الذكية الواعية تمثلت في أعلى ذروها في الإنسان الواقف فينا اليوم بطرح هذه المسائل إلى آخره جميل جدا كيف تفسر لهذه الوضعية كيف سأجيك واحد غبي من الملاحد هذولة اللي ضدنا في المسألة اليوم الشر يقول لك موجود من حاله موجود من حاله أزلا ولك أزلا بغض النظر عنه كلام الفارغ هذا ضد العلم اليوم تماما ضد البيك بانك كثيري صح البيك بانك بتقول عنده بداية ما تقول ليش قال هوكينغ هون لم يثبت شيئا لم يثبت كلام فرضيات خيالية لم يثبت إلى الآن الكلام الصلب الراسخ الاجزاكت الحقيقي لا عنده بداية أقل من 14 مليار 13.7 تقريبا مليار سنة عاد عمر الكون على فكرة هنا يتورط الملاحدة فيه ورطة حلوة جدا ستقول لي الشيء شوف الورطة الجديدة عاد لو كان الكون ليس له بداية وكان أزليا بنسأله كيف وجدنا سيقول لك ايه سهل جاوب عليها ايه الكوزمولوجيا وداروين النبي داروين تبعنا نبي اللي حتى وحهم كيف كان لك التطور هناك تطور سأقول له خلاص راحت عليك وقعت في المصر هذا انت ليه كيف سأقول له يا حبيبي لو كان الكون أزليا ويتطور أزليا كان من زمان 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 مش انقضاع النفس انقضاع كل الأنفاس كان بلغ ماذا ذروة التطور وذروة الكمال وكان لم نجد فيه اي نقص ولا اي شرور ولا مصحيح كان اللقي ايديال آلف آلف ولا مصحيح لانه بتطور نحو ماذا الكمال وانت بتقول لي ايهش أزلي مالوش بداية صح يعني انت معامن انه الانسان صار انسان بعد ما كان ايه وحشا وشبه قرد في سبعة مليون زمان يا سيدي معاكل ازل انت صح معاكل ازل المفروض مش يكون انسان يكون اله الالهعات ولا مصحيح اله اقوى من الحديد واسرع من البرق ولا مصحيح ولا يجوع ولا يعطش ولا يجهل ولا يعجز ولا يشيخ ولا يمرض ولا يموت ولا يحقد ولا يحسد ولا يغش ولا مصحيح ولا يتحصر كامل والكون كله كون بيرفكت ولا مصحيح ليه لأنه كان فيه عنده مسافة لا نهائية ليتطور فيها صح؟ بالله عليك جيب لي أدخل ملحد وخليه جعبني عن المعاياة هذه خليه فضل جعبني يا ذكي أنت الله يهديهم جميعا يا ربي ويفتع على قلوبهم يفتع أعيهم بصائرهم ورطة كبيرة هذه ورطة كبيرة إذن نحن نأتي بفرضية لكي نفسر نشوء الكون أصلا وجود الكون واحد اثنين لكي نفسر انضباط الكون وإحكام الكون وما يعرف بماذا؟ بظواهر الضبط الدقيق في الكون فاين تيونينج إشي مزعج جدا 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 فلاسفة هذا العصر العلماء يقولون أكثر شيء يزعج الملاحدة على الإطلاق هي ظواهر ماذا؟ الفاين تيونينج في الكون كيف أن هذه الأشياء مضبوطة من إيه؟ من معيار واحد على عشرة والستين عنده لو الشيء زاد أو نقص بهذا المعيار يعني واحد على عشرة قدامها ستين صفر يعني جزء من المليار مليار 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 لما ستين صفر الكون بتلاشا الإنسان غير موجود العرض غير الله ما هذا؟ أكثر شيء هذا ماذا؟ يزعج الملاحدة فرضية الله العليم الحكيم الرب المدبر المهيمن على وجود كله تفسر هذا ترجمة نانسي قنقر